اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن محمد الفقرة الأخيرة دايما بنبقى بنتكلم عن ذكرياتك بقى 2012 و2013 2012 كنت مدرب عامة عكبتن حسام البادري في بطولة أفريقيا 2012 ثم مديرا فنية لنادي الأهلي في 2013 والفوز بالبطولة الأفريقية واللعب في كاس العالم هيا دي مرحلة يعني مرحلة كان مستر جوزيه بعد أحداث برسعيد وكده مجدتش معنادي أهلي ورجع تاني كابتن حسام البادري لتولي المسئولية وكان فيه جهاز بقى كان لما كابتن حسام كان في أمبي ورجع فكتنا موجود استمرت مع كابتن حسام مدرب عام وجي أحمد أيوب مساعد وجي كابتن طرق سليمان كمان فبقنا جهاز وكابتن أبو العيلة أحمد وطبعا كان موجود كابساد عام حفيز مدير كور فالجهاز ده اشتغلنا في الدوري واشتغلنا في بطولة أفريقيا الحمد لله خدنا بطولة أفريقيا ده بالنهاية التراجي اللي كلنا طبعا عارفين ومن أحسن نهايات اللي اتلعبت نهاية اللي هو 2012 أمام التراجي الفترة دي كان أنا أتذكر أن كان بركاته أبو تريكا ومتعب قاعدين احتياطي في النهاية في النهاية في النهاية في النهاية كابتن حسام بدأ بسايد حمدي وجده وجده وكان وليد سليمان وعبدالله السعيد وكان في وسط ملعب حسام غالي وحسام عشور ايو وكانش صعبة أن انت يبقى عندك أبو تريكا وبركاته متعب وتقعدهم وتلعب جده مع احترامنا ليهم يعني بس الفترة دي كانت بصه طبعا كان قرار جريء يعني قرار جريء من كابتن حسام أنت عندك أبو تريكا كان قيمة كبيرة جدا طبعا عماد متعب قيمة كبيرة جدا كمهاجم فترة دي كان عنده بعض الإصابات شوية لكن يبقى عماد متعب طبعا يعني مهاجم خطير طبعا وبركات طبعا كلنا عارفينه زقبقي طبعا يعني بركات من اللعيبة اللي تغير لك مصار فريق يعني اي النهائي ده يعني أنا كنت حطت إيدي على القلبي طبعا المدير الفني هو اللي بياخده القرار هو اللي بياخده القرار أبو تريكا نزل أبو تريكا هو تريكا بس اللي نزل أبو تريكا نزل لكن بركاته متعب لا بركاته متعب ما غيروش لكن أبو تريكا نزله بس أنه يدبق كابت حسام نهائي بتلعب احنا تعالين هنا واحد واحد وبعدين هناك بدأ بالتشكيل ده بس يعني أنا عايز أقولك قرار جريء قرار جريء هو كان عنده حساباته الفنية النقاط اللي بيستند عليها في التشكيل في المباراة دي يعني كابتور أصلا خلي بالك اللي بيفتح النقاش وبيفتح الحوار إنه لو عايز يسمع هو المدير الفني أوكي ماينفعش مساعد يجي يخش على المدير الفني يقول له مثلا إحنا هنعمل إيه إحنا هنلعب زي لا إحنا في النادي الأهلي المنصر الأعلى هو عايز يسمع ما هيقولك بيستدعي الجهاز بيجمع الجهاز أجماعة عايزين نتناقش في النقطة دي أنا إيه وجهة نظركو عايز أسمع وهكذا ما تنقشناش في الحتة دي إحنا كان كل تركزنا إن إحنا نروح نجيب البطولة كانت حسام حاط التشكيل ولعبنا كان فيه كمان مركز من المركز الباردو اللي كان فيها كلام شوية الباكليفت اللي هنشرفع فضيلة صاب وكان ساد معوض مصاب لعبنا بحمد شديد باكليفت وجنبه جمعة ونجيب لكن طبعا في النهاية بطولة للنادي الأهلي وبطولة ساعد بيها جدا الجمهور النادي الأهلي أنا كانت غايبة البطولة من 2008 رجعناها تاني في 2012 وكانت البطولة لها طعم إنك بتاخدها من الترجي في الترجي 2013 كنت مديل فني بعد كابتن حسام لعب والسوبر لعب مع ليوبار كيني وبعد كده سافر ليبيا فقرار من كابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ولجنة الكورة إن تولى المسئولية توليت المسئولية كملت الدوري اللي كانت كابتن حسن كان فيه لسه ماتشاط وبعد كده قامت ثورة 30 يونيو فتم إلغاء الدوري أي فدخلنا بعد كده كملت بقى بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا والفوز بالبطولة الأفريقية الحمد لله طبعا كانت بطولة من البطولات الصعبة جدا برضو لأن ما كانش فيه دوري وطبعا أنت عارب بقى طبعا الرعاة والحاجات كلها اللي مبنية على بطولة الدوري كلها توقفت وما فيش مبارات ودية فطبعا كنا بنعمل مبارات ودية ما فيش قصدي مبارات رسمية تستعد بيها وتحفظ لك على حسية المتشاط بتاعتك لكن الحمد لله إن إحنا وفقنا فيه خلق دوافع جديدة عمل مبارات ودية كنا شغالين بهدف واحد هو الفوز ببطولة أفريقيا تنازك في الكاس مش عايز تديل حد هنا لا بالعكس ده أنا مسكته بعد من اللعيبة بص أنا خدته بعد من اللعيبة كانت مسكاة بص كان بطولة غالية جدا لأن هي كانت الأمل الوحيد للجمهور ما كانش فيه كورة ما كانش فيه بطولة دوري فكان الجمهور بيستنى يلعب بطولة يعني الأهلي بيلعب بطولة أفريقيا دوري مجموعات فحتى أنا كنت بتكلم مع اللعيبة دايما لما كنت بعمل محاضراتي واعمل الاجتماعات بتاعتي كلها وقلهم الجمهور ده ما فيش حاجة هيفرح بيها إلا ما تشاط أفريقيا أيو والحمد لله قدرنا نعدي من دور المجموعات بفوز يعني فوز جميل جدا على نزة مالك 4-2 في الجونة وبعد كده انتقلنا لقابل النهائي مع القطن الكاميروني بطولة صعبة جدا بظروف صعبة جدا خروج مصر من كاس العالم على يد غانا ستة واحد الأهلي كان أنا كان عندي ستة لعيبة في المنتخب سعيدة طبعا نفسيا منهرين وأنا عايز أجدد الطموح بتاعهم وعايز أطلعهم من من الحالة المعنوية السيئة جدا اللي راجعين بها من المباراة دي عشان نلعب مباراة كطن الكاميروني خدت مجهود جبير جدا ثم بعد ذلك دخول بقى مع نهائي مع أولاندو بايرتز فرقة خرجت الترجي يعني في قبل النهائي الفرقة دي خرجت ترجي خرجت ترجي نفس الموقف يمكن اللي احنا بنعيشه دوقتي كازرد شيفز برضو من جنوب أفريقيا وخرج الولداد صح بس طبعا النهائي كان مباراة تين ذهاب وعودة فلما لعبنا مع أولاندو بايرتز خلي بالك كانت يعني نهائي قوي جدا لأن أولاندو بايرتز معنويا كانوا أخدين ثقة علينا أولاندو كسب تعادلنا واحد واحد تعادلنا واحد واحد في جنوب أفريقيا وكسبناه هنا تنزيف بس أولاندو كان في دور المجموعات كسبنا 3-0 في الجون في ملعبنا هنا ماتش ده كان في رمضان أيو أيو وكان ماتش ليه يعني حوارات كتيرة وحسيات كتيرة قوي لكن قدرنا نتعادل معهم في دور المجموعات 0-0 وتصدرنا المجموعة ثم بعد ذلك قابلناهم بقى في النهائي لأن احنا لعبنا الكتنو الكاميروني وهم لعبوا الوداد سوري الترجي التونسي